معنا من بيروت الخبير العسكري والاستراتيجي العميد خليل الحلو عميد خليل مرحبا بك معنا على سكاي نيوز عربية كيف يمكن تقييم الأعمال القتالية حتى الآن في الجنوب اللبناني؟ نعم بالرغم من التصعيد الملحوظ والدراماتيكي ومقتل عائلة بكاملها يوم أمس في سيارة مدنية من دون أي مبرر رغم كل ذلك ما زالت هذه حرب مواخع وبالأحرى تبادل القصف وتبادل النيران وهي ليست عمليات حربية متحركة حتى الآن ليس هناك أي محاولة من قبل حزب الله لاختراق الحدود باتجاه إسرائيل وكما أن الجيش الإسرائيلي لم يراحظ وضع جهازية قتالية تستعد الدخول إلى لبنان أو محاولة الدخول إلى لبنان ما زالت الحرب حرب مواقع رغم العمق يعني اليوم استهدفت نهرية واستهدفت شمال حيفا من الداخل اللبناني رغم هذا العمق ورغم هذا التصعيد ما زالت حرب مواقع ولكن ما أريد أن أشير إليه أن هذا لا يعني أن الأمور ستبقى تحت السيطرة على هذا الشكل فالتصعيد التدريجي الذي لحظناه منذ شهر حتى اليوم يمكن في مرحلة ما أن ينزلق وأن يتحول التصعيد إلى حرب حقيقية ويورد منطقة الشرق الأوسط بكاملها في هذه الحرب طيب سأسألك متى من الممكن أن تطورت ربما المنطقة في حرب أقليمية ولكن اللافت اليوم أن كتاب القسام جناح لبنان أعلن على استهدافه يعني جنوب أو محيط حيفا ماذا يعني هذا التطور بالنسبة للفصائل الفلسطينية؟ أول مرة نعم هذا هذه أول مرة هذه ليس المرة الأولى التي تشارك فيها كتاب القسام من لبنان إنها المرة لا عن مقصود حيفا يعني مقصود في حيفا لا لا المقصود أنه قصف حيفا نعم قصف حيفا من قبلهم هم أولا يبرق حزب الله من ناحية ويحمل المسؤولية لفصيل فلسطيني مما هو يعني يبقي الموضوع تحت صخف معين ولكن كما قلت يعني لا يمكن لهذه الكتاب أن تتحرك في الداخل اللبناني وفي الجنوب اللبناني على الأقل بدون علم حزب الله وخاصة أن هناك غرفة عمليات مستركة أعلن عنها الأمين العام لحزب الله أكثر من مرة بين حزب الله وإيران يعني الحرس الثوري الإيراني وحركة حماس والجهاد الإسلامي الفلسطيني والفصائل العراقية هذا الأمر يعني أصبع إيران موجود في كل ذلك ولكن يعني إذا أخذنا تصريح أو يعني مداخلة أو كلام السيد حسن نصر الله منذ يومين عندما قال أن كل فصيل يأخذ قراره بيده وأن حزب الله يشارك ولكن بطريقة محدودة ولا يريد أن يورط لبنان يعني إعلان حركة الجهاد أو حماس كتائف عز الدين القسام مسؤوليتها عن الرماية على حيفا يبرئ حزب الله ويعني بطريقة معينة لا يورط حزب الله في حرب مع إسرائيل ولكن هذا لعب بالنار وهذا يمكن أن يخرج عن السيطرة إذا استمر التصعيد على هذا الشكل وكما تعلم بأن حسن نصر الله حذر من توسع هذا الصراع إقليميا ما لم يتوقف الهجوم على قطاع غزة الهجوم ما زال مستمر سيد خليل متى من المتوقع أن يتفجر هذا الصراع طالما أن إسرائيل ما زالت ماضية في هذه العملية البرية الولايات المتحدة الأمريكية تقول أنني سأدفع بمزيد من الأسلحة للقضاء على هيكل حماس في غزة متى من المتوقع حدود ذلك؟ نعم يعني إذا أخذنا ما يحصل اليوم على الأرض يعني العملية البرية الإسرائيلية محصورة في مدينة غزة ومحيطها يعني معبر إريتس جباليا وبيت لهيا وغيره ومخيم الشاطئ يعني في القسم الشمالي من غزة تتركز المعارك هناك ووفقا لسير العمليات الأمر سيأخذ وقتا طويلا وعندما أقول وقتا طويلا هذا لا يعني أيام إنما يعني أسابيع وربما أشهر ولا أعرف تماما ما يعني به السيد حسن نصر الله أو إيران عندما يقولون استمرار العدوان على غزة حتى هذه اللحظة هناك عشرة ألاف ضحية في غزة عشرة ألاف أربعي بالمئة منهم أطفال مدون الأربعة عشر عاما وهذا أمر فعلا درماتيكي إذا هذا ليس خط أحمر فمتى يكون الخط الأحمر وبالتالي لاية الديالكتيكية أو الخطابات ليست هي المهمة إنما يعني لا رغبة لإيران في الدخول في هذا الصراع لا رغبة لحزب الله في الدخول في هذا الصراع ولا رغبة للولايات المتحدة في أن تتورط في هذا الصراع لذلك أرسلت هذه القوى البحرية الهائلة لردع أي طرف يمكنه أن يورطها لأن أفضلياتها هي في مكان آخر وبالتالي متى يمكن أن يتوسع هذا الصراع لا يمكن لهذا الصراع أن يتوسع إلا بخطأ التقدير من أحد الأفريقاء لا سيما حزب الله أو إسرائيل أو إيران أو حتى الولايات المتحدة لا يمكن وضع حدود أو رخم أو بعد زغرافي أو غيره لما يمكن أن يحصل مثل ما حزب الله سيد خليل حذر في الدخول لهذه المعركة رغم أنه العمليات البرية موجودة في قطاع غزة ورغم تصاعد الأعمال الحربية موجود أيضا الجانب الأمريكي هناك استهداف لمواقعه لقواعده سوى في العراق في سوريا وغيره وبالتالي حتى الجانب الأمريكي يبدو أنه ليس في عجلة من أمره لشن ضربات قاسية على هذه الفصائل التي تستهدف مصالحه في المنطقة كيف نفهم ذلك؟ نعم يعني أولا القوات الأمريكية المستهدفة في المنطقة هي في العراق بشكل أساسي وفي سوريا مجموع القوى الموجود هناك هو حوالي 3500 جندي هذا ليس بالأمر اليسير ولا بالأمر الضخم ولكن حتى الآن لم يسقط قتلى أو جرحه في صفوف قوات الأمريكية والقوات الأمريكية ردت على هذه الاستهدافات باستهداف مباشر على الحرس السوري الإيراني وعلى الفصائل المتحالفة معه وحمل إيران المسؤولية المباشرة ووزير خارجية إيران ووزير خارجية بلايات المتحدة كان في العراق منذ يومين وبعدها توجه رئيس الحكومة العراقي إلى طهران ومن المؤكد أنه يحمل رسالة أمريكية تقول بأن الأمريكيين لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام هذه الاستهدافات ولكن لا يمكن أن نعرف ما هي حسابات إيران إيران أكيد تريد أن تعمل تحت صقف الرد بدون أن يستوجب ذلك رد عليها مباشرة أو على مصالحها مباشرة ولكن هذه الحسابات يمكن أن تكون خاطئة وأريد أن أشير هنا أن وفقا لمراقبين كثر بينهم جورج فريدمند مثلا في ستراتفور يقول أن سلسية الحروب الكبيرة اندلعت ووقعت بدون أن يكون الأطراف يريدونها وبالتالي لا أحد يريد هذه الحرب ولكن الميليشيات المتحالفة مع إيران مستنفرة إلى الأقصى الميليشيات العراقية المتحالفة مع إيران تهدد بطرد الأمريكي من العراق تقول أنها ستتوجه إلى سوريا لمقاتلة إسرائيل حزب الله مستنفر إلى أقصى بدرجات سلس القوة الضاربة الجوية البحرية الأمريكية موجودة اليوم في المنطقة عندنا ست مدمرات واثنين كروزر وغواصات بشكل مزودة بصواريخ يمكنها أن تطال أكثر من 2500 كم بالعمق وتدمير الأهداف بشكل دقيق كل هذه العناصر جاهزة للتفجير والتفجير لن يحصل بإرادة سيحصل بدون إرادة وسينزلق الجميع إلى مكان وخيم جدا لذلك يجب وقف هذا الأمر بسرعة وخاصة في غزة والوصول إلى حل نهائي للقضية الفلسطينية شكرا جزيلا لك عميد خليل الحلول خبير العسكري والاستراتيجي كنت معنا من بيروت